اهلا بحضراتكم ما فيه شك ان ازمة التضخم الاعلامية اثرت علينا بشكل او باخر و بالتالي بقى فيه ناس محتاج انها تعيد مرة تانية ادارة ميزانية البيت او ميزانية الاسرة بشكل ايام عشان تقدر توازن ما بين احتياجاتها وما بين مواردها او المصروف الشهري او المرتب لو فيه سلعة سعرها غالي ازاي اختار بدايل تانية لهذه السلعة وتكون من المنتجات المحلية عشان حاجتين اولا اوفر في مصروف البيت وفي نفس الوقت ادعم الصناعة الوطنية نتكلم عن ده بالتفصيل مع ضفنا دكتور ابراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي اللي منوارنا صباح الخير عليك دكتور صباح الخير يا اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك هل تراجع مستوى التضخم هو تراجع مؤقت ام ان خلاص الموضوع بدأ ايها ده بصحرك هو معدلات التضخم ما زالت في المستوىات المرتفعة يعني احنا في مصر بنتكلم ما بين 13.5 لغاية 14% في الوقت الحالي ورد انها توصل لـ 15 التضخم ده مش مش يعني هو مش وليد اللحظة نتيجة تراكم عند تعامل اقتصادية من ضمنها ازمات خيريات صدرت لك فبالتالي اتفاع متخلات الانتاج سواء لمنتجات المنتجة المحلية او منتجات البستوردة فده طبيب يحصل لكل الدول العالم مش على مصر بس دول عربية واوروبية وغيرك بيعاني ان الحاجات مش متوفرة اصلا على الرف فخيان قرن بس بين حاجتين ان توفر السلع في مصر ده مهم جدا في كافة او تنوع انواحها خدت بالحرك سواء من سعر قليل سعر متوسط سعر غالي موجودة لحد دوقتي من متوفرة الدولة بتحاول الفترة لفترة توفر السلع الاساسية انها تكون متوفرة لفترات طويلة عشان الناس ما تلقاش خدت بالحضرتك القصة كلها ان احنا كفرد كفرد عنده داخل معين او كدولة عندها داخل معين بنتعامل مع الموضوع ازاي يعني لو فرد الداخلي محدود بالطرف والس انا بصرف بشوف بنود الانفاق بتاعتي سيكو تبشير السلع دي والله شافها غالي على المراد يشوف بديل ليه خدت بالحضرتك يبدأ دور على البدايل وهنا يدقرم تاري عملية الاتاحة اللي بتقوم بيها الدولة بشكل كبير ده مهم تفرق في مسألة ايجاد البدايل ده اللي خليم الزبط وانا انا برشد انفاقي ببص البدايل لو البدايل دي متاحة بتفرق معاك كتير جدا فالنهار دولة مفرق كل البدايل بكافة مستويات الاسعار فلو نتكلم على فراغ في فراغ صحية وفي فراغ مجمدة وفي كذا وفي كذا وفي كذا دي لها سعر ودي لها سعر ودي لها سعر كذلك اللحبة اللحبة البلدي لتوستانتين وثلاثين في الارياء في مية وسبعين خطبها لك الرحمة المستورة بتوصل لسبعين لغاية تسعين جنيه فالبدايل متاحة بتحاول توفق دخلها على مستوى الانفاق اللي كانت تعود علي تبدأ تبص إيه لو كنت بشتري مية وثلاثين هنزل أجيب روح أجيبها مثلا وأنا مسافر بعد أجيب لي بسلاثين وزيادة حق الزلم في الـ مية وسبعين مثلا أنا راح مثلا أنا بكتب أقدر أشتري مية وسبعين أشتري بسبعين وتسعين جنيه وأقدر أشتري مية وسبعين أخطبها الحرك يعني التنويع في المنتجات اللي قدام منك ده مهم جدا عشان تلبي احتاجاتك الأساسية طب أنا عندي إيه تاني بيتكلم فيه ترشيد الانفاق من ناحية فواتير المنافق الكهرباء طيب البيت بقيت بقولك طف النور كهرباء تيجي غالية طب التكييف ما يشتغلش تقالية في الأوقات الضرورية كتب الحرك مش كل التكييفات شغالة هتلاقي كل أسرة تبص للموضوع منطق مختلف أنا عايزة رشد فاتورة الانفاق الشهرية منتخص كم ألف توصل إلى 800 أو على الأل أحافظ على الألف ما يزاتش خط بالحرك لو أنا بكلم بس كمثال مش معنا زجني هي ألف ولا ألفين ولا كنند فالواحد يفكر لو أنا بصرف ألف طب ما يزاتش على الألف طب الألف ده هجيب بي إيه خط بالحرك وهكذا التفكير بقى يدور حواين هذه الموضوعات في كل بيت مصري سواء اللي بيقبض ألف ولا بيقبض خمسة ولا بيقبض عشرة ولا بيقبض عشرين ولا بيقبض ميحد قصة ترشيد الاستهلاك لأنه إحنا دخلنا زي ما هو لكن في تدخم في الأسعار فمصروف فزي أتعامل مع هذا الموضوع أنه أنا أشوف بدايل بحيث لو أنا مش عايز مش أقدر أغلل عن ألف إزاي هعيش بالألف خط بالحرك طب لو أنا قادر عندي عندي دخل زيادة وعايز عايش بالألف وعندي شوية زهارين هتدخرهم هتدخرهم بكافة السبر خط بالحرك يعني فيه ناس النهار اللي بيقدر يوفر مثلا عشرة يعني فيه ناس مستوى ذات اللي هي متوسطات الدخول قادر يوفر جزء صغير فقدر يوفر ويحوط له مثلا نهاردة دولة فتحة قنوات الدخار مختلفة بين شهادات إداء مبين 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 حتى دهب فعندك مصادر للدخار يعني ناس النهار تدر تحوش في الدخار أوعي الدخارية متاحة بشكل كبير خط بالحركة للي قادر يوفر طب اللي مش قادر يوفر محتاجي ينظم نفسه في ظل الدخل اللي موجود معها أنا مش هده أزوي الدخل هي كماعة بس فقدر أعمل ترشيد أقدر يعني أشوف السلع اللي تخليني عيش بالرقم ده اللي هي إيه بقى ما نحاول لحرك لإنا وللناس هادي أنواع الجبن مختلفة أنواع الجبن البيضة خط بالحركة تمام ومن كذا لكذا لكذا فبطر أن أتعامل لو حتى كنت مثلا بجيب أنا كشخص كنت بسالك مثلا 2 كيلو هتنيه مثلا بقى 2 كيلو نص أو كيلو أبدأ بكمل الكميات طب لو كنت بجيب كيلو مثلا بعشرين أشوف كيلو مثلا بثمانتاشر سبعتاشر وهكذا هتلاقي جنيه مع جنيه مع جنيه في سنة معينة ووفرت لك على الآل عملت لك المعادلة اللي هي تخليك أنا هقلل في الكميات وكمان مش تازم أشتري زي ما كنت بشتري آه يعني نسا كنا متعودين حركة المائية خش كده اي سوبر ماركت ولا اي هاي فر ماركت اي اوفر خش بقى اشتري القصة دي لا الهاجمة دي بقتش موجودة بقى في نوع نظرة ايه وقعها شوية لا اجهماها خينبص الموضوع بشكل مختلف لانه حدر لو دخلت على كل حاجة عليها اوفر تمام ممكن البسكت بتاعتي توسع فالرقم زاد فمش محتاج لاربعة قطع هي قطع واحدة خدت بالحركة وحكا هما بيتابعوا احنا للأسف ننجر خلي بارحك فيه وفيه بس فيها الناس تفكر يعني انا مثلا انا مثلا انا كابراهيم مثلا من اعتبر نفسي بالطبقة المتواصلة بقيت ابص للفاتورة بتاعتبي بقى جيب ايه لا كنت هنجيب ثلاث أنواع عجبان لا كفاية نوعين خدت بالحرك يعني فيه اثر كده يعني تغيير النوعية وتقليل الكمية وتغيير النمط الاستهلاكي اه نمط الاستهلاكي تحرك مدبنا هو يعني بالكميات لا بقيت ابص الكمية كام وسعرها كام خدت بالحرك يعني حتى ابني النهاردة حد دي مثال كان في حتة معينة فبقى يقال سهلاك مش هروح مش هعملها فعزين نتيجة انه بيشوف ثقافة واقعية على الارض الواقع انه بتبص للسعر ابص للكمية طب هدفع واكتر ولا هدفع اقال ابدأ قارن خدت بالحرك ده كويس ده جيل الواسط جيل الشباب ده بقى كويس ان احنا نعلمه لأولادنا لما هو يشوف الاب والام بيعملوا كده فما نرجعش وبعد كان نشتيك نقول الولاد بيصرفوا مش فارق عندهم احنا نجيب الفلوس منين ولا معانا فلوس مش فعانا هو مشاركك بالمتابعة بالمشاهدة طب هو لو مش شاف انت تعمل كده هو مش عامل كده خدت بالحرك مزبوط طب انت فاتورتك في الكهرباء او مثلا ليك مخصص لفاتورة التليفون او رسيد التليفون كذا في الشرع هو مش هيزين عن كده انت كان ممكن في نصف شرع تخلص وزود لك لا هو كده السابب بتاعك خلاص مش هيزين عن عندك مصروف شهري في كذا التعامل بتخلق ثلاثة اي بوحدة وتحديد الاولويات كمان يا دكتور عطم فلازم يتعلم كده يعني أنا بديله مصروف شهري مزاج مزاجش مع الزيادة الفلوس بتاعته وكل حاجة في حياته عشان يقدر هو هيكبر فأنا مش مكمل في حياته فده ده ده نمط المفهول نعود بيه نعلم مرادنا عليه وإحنا كمان يبقى قدوم قدوة ليهم في هذا المجان طيب اعتقد كمان تحديد الاولويات ده مهم عشان تبقى يا نمط السلاكي لانت تحدي اولوياتك لأول النهاردة عندي الاولوية ان انا اجيب الجبنة الرومي ولا جبنة البيضة طيب هلنا محتاج ان انا نهاردة اشتري مثلا اللبس النهاردة ضروي ولا ممكن اجله شهرين خطي بالحركة هاللبس عندي كفي نكفيين الفترة الجاية ابدأ افكر بالترية دي طيب انا محتاج النهاردة داخل على مدارس محتاج اصرف حاجة ولا بص المدارس الاول في المدارس الاول اي افيق الاولويات ده انا محتاج عايد النظر كمان في نقطة مهمة جدا مسألة كسوة كل موسم يعني مثلا احنا كنا متعودين في بداية الشتاء هتشتري لبس للشتاء حتى ما بتفكرش انت عندك ولا لأ بتنزل تشتري عشان ده الموسم اللي بي ديفولد لا دلوقتي دلوقتي انت بحتاج تراجع وشوف شوف عندك كيف تراجع عندك لبس شوف عندك كيف عندك لبس بص على الدولايب بتاعك الاول عندك لبس يكفيك للشتاء خلاص مفيش داعني لو حاجة نقصك اللي نقصك مش مجرد نراح كذا طبعا الجاكت بتاعي صغر بحتاج جاكت بس مش بحاجة بقى بانطرونين وبقى ونشوة ولو حتى محتاج بيش رح بس انا بالتراتة سويت شرط ممكن اشتري سويت شرط وبانطرون موقتا وشوية اشتري تاني خطب الحرك فالفق لازم يتفقد الشراء نفسه او ثقافة الاشتراك او ثقافة الاستلاك بتتغير مع تحديد اولويات مع تفكير اللي قدام بنفس الوقت عايز اعلم الجيل اللي طالع يعني هو النور ده بياخد فلسروفه من بابا ومامت وهم اللي بصرفوا عليه طب المصروف ده معلش مش هتطالب بش هديك زيادة يعني اطلع برا مصروف الجامعة برا مصروف المدارسة برا مصروف كلام ده كله مصروفه جيبك مش هيزيد بتروح مكدولنس تلات مرات في الأسبوع تلات مرات في الشهر هو مرة واحدة خدت بالحرك كده هو جاي يقولي مثلا ايه مكدولنس يوه بسهد العصر بخمسين في المية مش مشكلتك مشكلتك انت خدت بالحرك فده جيل الشاب اللي هو مثلا نتكلم تين ايجرز اللي هو طب 14 الى 16 17 سنة يعني نروح مثلا ايه دانكن دونتز انا بكلم على جيل كده نخش على جيل تاني مثلا ايه متعاوى مسلا يروح لأه 4-5 مرات بقى يروح مراتين خدت بالحرك ده نمط اللي فيها معينة من الداخل وانده فيها معاون داخل التحت كان بروح 4-5 مرات لأهوة لا بيروح مراتين فبقى يغير نمط استهلاجه كمان حاجة من الحاجات المهمة لحضرتك ذكرتها الفواتيخ احنا عندنا مشكلة ان احنا دايما سايبين الفياش في الكهرباء ودايما سايبين الاضاءات في البيت مفتوحة وممكن تكون ماشي في البيت كده فتحت نور بتاع قوضة وصبته ودخلت للتانية فتحته وصبته كل دي دي فواتير احنا اللي بندفعها في النهاية فدي برضو ثقافة لازم متعلمها ان احنا مؤثر هتوفر لنا كتير يقول لي مثلا حطك الفيشة مثلا على المايكرويف في الكهرباء قال لي باقي ده بيسحب كهرباء بدون استخدامه شيل الفيشة اه تمام حتى لو بسارك بس بيسحك فبيعمل تراكم انا من الناس كنت كده زمان اسيب الفيشة اخرج لقد دلوقتي بقيت اطفي علمت نفسي اطفي وفي نفس اقول لولادي اللي بيخرج من حتة يطفي ورا يعني ما يسيبش الحاجة موجودة واحدة واحدة بتعلم انا عن نفسي غيرت من اسلوبي انا كنت كده سمعنا صغير انه ما افتح الوضع النور واخرج واسيب حاجة زمانية لا دلوقتي بقفل ورايا واحنا يمكن لما بنسافر برا وبنشوف الناس بدون ازمات ازاي بتتعامل في السوبر ماركت بيشتروا يعني على سبيل المثال نص البطيخة تفاحاية بيشتروا بالعدد وهديكي مثال من المانيا كنا بنستغرب الحاجة دي لكن اعتقد انه احنا جميعا المفروض نشتغل بنفس الطريقة وده بقى بيحصل شوية دلوقتي عشان السعب بقى مصقف واعي جدا يتصرف ازاي في موضوع الترشيد هدي مثال من المانيا من احد عائلتنا موجودين في المانيا طماطم لما غيرت كان بيولك كان بي 79 سنت مرة واحد بيض بخمسة يورو ده علاقة زيادة مش طبيعية فرحه لك قال لك بلاها طماطم مش عايزين طماطم طيب خلاص انا محتاج طماطم محتاج كم طماطمية بالعدد يعني ارجنسي اللي هو انا محتاجها الاحتياج الفعلي احنا ممكن نوفر به الاساسيات بلاها مش عايزين طماطم العلمان كلك مش عايزين طماطم خلالها تبوز على الدك بس احتاجها لأكل فبالتالي احنا اقول لحركية بدأ ايه بدأ شو بدائل اه طبعا انا الطماطم باستخدمها في ايه في كزا طبعا لو محتاجها في حاجة معينة اجيب محتاج كام واحدة ودي نقطة كام واحدة الطبيعي بتاعهم تروح للسوط ماركد يقول لك بيشتري كل واحد احنا مروح مش هات يعمني خمسة كينوز ولا عشر ولا هات الصباطة دي كله على بعضها اوزين لك الصباطة فاهمني حالك عارف للسخافة بتاعتنا طبعا خش اعتيني الشوكي مسلا ايه هات دي طبعاين تين شوكي طبعا انت ما جايب طبعاين ممكن هو ممكن يأكل تين تاتة اربعة منهم فدي الثقافة بتاعتنا وليك الثقافة مين مسلا حد برا مثلا دي مصرية وعيشة برا مصرية لا بتيجوا تاني بعمل كذا تعلمت الثقافة اللي هي الترشدية بتاعتهم طبعا داخلي مثلا سيه مثلا الفين يورو بيروحوا فين مش عارف ستمائة يورو ستمائة يورو سكن مش عارف ايه مواصلات ايه من كذا مقسماها طبعا انا محتاجة تداخل منه كام وهاشتري دي بكام بالقسطول هاشتري على كام سال هل ده السبب في ان حساباتنا للشهر بتبوزوا يعني الناس بتبقى مثلا اللي بيقبض عشر قروش بيبقى عارف هو بيصرف بيحط هنا قرش وهنا قرش وهنا اتنين قرش فبيبقى عامل رسم ورقة كده وكاتب فيها ساعة اللي بتدرب دايما طبوز دايما بتدرب اه دايما مفيش مرة بتصبط للنهاية هل ده السبب في حاجة زي دي ان احنا ممكن ننزل مثلا سوبر ماركت اجيب حاجتين وانا في غينة عن حاجة منهم دلوقتي بص هي زوجة حركية ثقافة ثقافة احنا بنتعلمها ان انا رشد في نفس الوقت خلينا اقول ان ساعات يحصل في السوق حاجات خارج عن قراتي الحاجة زادت فانا عامل بجيت فزادت فهزين اشارة ده وممكن استلف وارجع سندوق بعد كده استلف يا دكتور ولا اغير في الاساسيات يعني الناس تقولك وانا ممكن اوفر من اساسياتي وقت الازمة انت مش عامل حسابك على قصة لو انتوا عندكيش مثلا نسبة مدخرات ما عندوش ومعند دخل محدود فاجأة لا اقصد اساسيات لا هيبدأ بعد ما يتزنق انه الشهر الجاي لأنا استلفت الشهر الجاي لأنا استلفت الشهر الجاي لأنا احتاجه أقلل عشان اسدد جزء في خط بالحركة فيبدأ في وقت الزنق بيزن عنه تفكير ابداعي وزاي يمجي حياته فاحنا مش عايزين نتعامل من وقت الازمات يبقى كنا عايزين فيه نمط في الحياة بخط بالحرك عشان لما تحصل أزمة هعرف أطراف معها زي فده بيحصل ده بيحصل فيه عاد تشكيل للثقاف الاستهلاكية عاد ترشيد الأولويات بتاعتك اننا ده بعيد تحيد أولوياتي لكل فرد النهار ففي ناس أنا عارف في ناس غيرت مدارس أولادها من الانترنشنل لانترنشنل مش هادة تكمل طبعا هل نقدر نتدخر دي نقطة مهضة اه انا عمدي مساعدة الدخار بلو قوله نو يعمل ايه طب انت حجم الدخارك الفلوس دي عايزها عايزها النهاردة بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة بعد سنة انت بتحدد الكلام نازم تتفكر بالطرق دي الفلوس دي أنا عايزها النهاردة بكرة بعد شهر بعد سنة طب بعد سنة طب أنا عندي حاجة اسمها اواعد دخير ديني مودي السنة ايدها عواد على الكلام دي فخلص ماحتاج من المدة سنة بحافظ على قيمة فلوسية طب والناس بتفضل الدهب رغم يعني ارتفاع اصعاره احيان كتير في ناس بتحب الدهب عمدها كده الدهب رقم واحد مهما تغيرت كل قلوات الوعية الداخلية وما شايف الدهب بالنسباله لانه طول عمر الدهب ما احزن لقيمة في وقت بتعرف تسيله يعني حتى لو سعره قال وعايز تبيه بترح تجاو بسرعة انت بالحرك فسهل لغير ما معندك حقار وقت لما ينزل سعره او يحصل قزمة ما بتعرفيش تسيله بسرعة فالناس بتلقى قدام انه اسهل زي برضو فلوس الادعات اسهل من الوقت انه سهل نكسر الوديعة باش محقصر فيها فمش عايز يجي في وقت مش عادر يسيل الفلوس دي فالصحيم عمدك تنميع لو انت عمدك طب انشرب التقسيد في الاوقات دي منلاقي شركات بتطلع تقول نازل سعر الفايدة مشجع على الشر لسه في معدلات المسافة طبعية مش مش عالية خط بالحرك مش عالية طالما الاست تخلك يسمح تشتري باست لا اشتري يعني انا مسلا لو عايز اشتري حاجة قصطعي تلات سنين مسلا يا دكتور استنى التلات سنين احوش احوش الفلوس اروح اشتريها كاف ولا ادفع مقدم لا انا طول العمري ماشي بمبدأ اللي هو الكاش يفضل انا كابراهيم انا طالما نفسي انا طالما يبقى اشتري حاجة بالاست من زمان لانا وقت الزنقى مش هلاقي فلوس في الحساب وقت الزنقى محتاج دكتور محتاج الاسر المتوسطة محتاج فلوس وقتنا محتاج علاج زنقى ومحتاج علاج برقم مش هتلاقيه من الاست هتلاقيه من الانكاش عندي فاتورة ضربت عندي شهدها ضرب هجيوني من الكاش لكن الاست طالما قادر مرتب يسمح هدفعو هدفعو يعني انا ده من مصرح الناس كده قادر اشتري بالاست طالما قادر تدفع واسيب الكاش لحاجات تانية ده منطقي لان انت النهاردة انا عندي متاحة سلتي متاحة ده متاحة قادر استخدمها ما تعملش ضغط علي ليه ما استخدماش لازم انوع طريقة تعاملي مع كل المعطيات اللي قداميني لازم نغير ثقافة الاستلاك زي ما دكتور إبراهيم قال لو متعودين ان احنا بنشتري بكميات معينة مع ارتفاع الاسعار لازم نحدد الاولويات ونقلل في هذه الكميات ولازم نعلم ده كمان لولادنا لان هم بعد فترة هيبقوا هم المسؤولين وهيبقوا متجوزين وفتحين بيوت فلازم هم كمان يتعلموا الكلام ده من هم صغرين طبعا نشكر حضرتك شكرا جزيلا لدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي والمصرفي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك